في ستينيات القرن الماضي وتحديدا في العراق وقعت أحداث هذه القصة العجيبة كان أبو محمود يبلغ من العمر أربعين عاما عندما افتتح محلا لبيع الفواكه والخضروات لذلك كان يوفر له دخلا لا بأس به لإعالة عائلته وكان كل يوم يحضر لهم الخضروات واللحوم فتفرح العائلة لحضوره وفي أحد الأيام استيقظ أهل الحي على صراخ في بيت أبي محمود وانتشرت قوات الدفاع المدني حوله لقد مات أبو محمود إثر حادث سير وتبدلت حال العائلة وأصبح الحزن يخيم على أرجاء البيت كله ولم يكن أمام العائلة مفر لتوفير الطعام إلا أن يخرج محمود من المدرسة وكان يبلغ من العمر أنذاك خمسة عشر عاما فقد كان المعيل الوحيد للعائلة بعد الله سبحانه وتعالى وبالفعل صار محمود يعمل في محل والده وأصبح يعود مساء بالخضروات كما اعتاد والده أن يفعل ولكن ذلك لم يكن من شأنه أن يدخل السرور في قلب العائلة المكلومة على رحيل الأب وبعد مرور ثلاث سنوات استدعته الحكومة للخدمة العسكرية في القوات المسلحة العراقية وبالفعل التحق محمود في شعبته العسكرية ولكن فكره كان مشغولا بوالدته وإخوته كيف سيوفرون قوت يومهم بدونه فناداه الضابط المسؤول وسأله عن سر تشتت انتباهه أثناء التدريب فأخبره محمود القصة كاملة وأن باله مشغول لأنه يخشى على أمه واخوته من الفقر والجوع فأشفق الضابط على حاله وأمر بنقله إلى العمل في المطبخ حتى لا يصيبه أذى أثناء التدريب أما أم محمود فلم يكن أمامها إلا أن ترهن البيت لتوفر لها ولعائلتها الطعام فذهبت إلى أحد السماسرة لكنه رفض رهن البيت بأكثر من خمسين دينار خلال شهر وإلا سيصبح البيت من حقه فوفقت مجبرة على ذلك وقبل انتهاء الشهر قررت بيع البيت كي تدفع مبلغ مئة وخمسين دينار لإعفاء محمود من الخدمة العسكرية على أن يتم دفع المبلغ خلال شهر وإلا سيمضي ثلاثة أعوام في التجنيد وبالفعل تمكنت من بيعه بأربعمائة وخمسين دينار وما إن انتهت من إجراءات التنازل والملكية حتى مضى من الشهر تسعة وعشرين يوما ولم يتبقى إلا يوم واحد لدفع المبلغ المطلوب للشرطة العسكرية لإعفاء محمود وتوجهت إلى محطة سيارات النقل ولكنه كان فارغا خلى سيارة واحدة كانت بانتظار الركاب كي تنطلق إلى وجهتها ولأنها على عجلة من أمرها ركبت السيارة وطلبت من السائق أن ينطلق على أن تدفع أجرة المقاعد الفارغة بدأ السائق يسألها لماذا هي على عجلة من أمرها ولماذا دفعت أجرة المقاعد الفارغة فراحت أم محمود تخبره القصة كيف أنها باعت البيت لتدفع بدل إعفاء ابنها من الخدمة العسكرية ففهم السائق من حديثها أنها تحمل الآن أربعمائة دينار فبدأ الشيطان يوسوس له وخاصة أن هذا المبلغ كان في ذلك الوقت كبيرا فجهز خطته الشيطانية وظل يسير حتى شارف على وادي عميق يدعى وادي الموت لكثرة الحيوانات المفترسة فيه وتوقف عند الوادي ونزل من السيارة وقام بسحب أم محمود التي كانت تستنجد فيه أن يخلي سبيلها من أجل ابنها ولكن لا حياة لمن تنادي ثم قام بإلقائها في الوادي بعد أن أخذ المال منها ثم بدأ يفكر إن نجت المرأة من السقوط فلن تنجو من الحيوانات المفترسة هناك ومن أجل أن يكمل خطته استمر في طريقه إلى المدينة وكأن شيئا لم يحدث أما أم محمود فكانت تئن من الألم وراحت تدعو اللهم ليس لي أحد سواك فنجني من أجل ابني وبدأت الضباع تقترب منها وظلت تدعو حتى غابت عن الوعي في اليوم التالي وصل السائق إلى محطة السيارات في بغداد وما إن رآه صاحب المحطة حتى قام بتوبيخه وعقابا له طلب منه أن يوصل ركابا للمدينة التي جاء منها وبالفعل انطلق السائق ومعه الركاب وفي الطريق خطر بباله أن يتوقف عند الوادي الذي ألقى منه أم محمود كي يتأكد من موتها فاستأذن من الركاب بحجة قضاء الحاجة ونزل إلى الوادي ولما وصل وجد أم محمود لا تزال على قيد الحياة فقال لها يا ملعونة آما زلت حيا فتناول صخرة ليجهز عليها فاتحت أم محمود عينيها لتجد نفسها في المستشفى وفي العناية المكثفة وراحت تسأل ما الذي حدث ولكن هذا ما حدث عندما أمسك السائق بالصخرة ليضرب بها أم محمود إذ بأفعى تخرج من تحت الصخرة فتلتف على رقبته وتلدغه فأطلق صرخة مدوية وسقط على الأرض في هذه الأثناء سمع الركاب في أعلى الوادي صوت السائق فهرعوا للنجدة فوجدوا أم محمود ممددة على الأرض وبجانبها السائق بلا حراك وهكذا وصلت أم محمود إلى المستشفى أما السائق فقد فارق الحياة وبعد أن حضرت الشرطة لتأخذ أقوال أم محمود أخبرتهم بما فعله السائق وكيف سرق المبلغ الذي كان بحوزتها وبالفعل تأكدت الشرطة عندما وجدت المبلغ في معطفه وراحت ترجوهم أن تتمكن من دفع المبلغ لابنها ليتمكن من إنهاء خدمة التجنيد فاليوم هو الأخير للتسديد فطمأنها الشرطي وأخبرها أنه سيعتني بالأمر وبالفعل تم إعفاء محمود من الخدمة العسكرية وعاد بصحبة والدته وبدأ دراسته من جديد وافتتح مطعما جديدا فقد اكتسب خبرة لا بأس بها أثناء الخدمة العسكرية ومرت السنين وأصبح محمود طبيبا إلى جانب مطعمه الذي اكتسب شهرة واسعة وراح يتوافد عليه الكثير من الناس وتبدلت أحوالهم إلى خير حال أما أم محمود فلم تنسى كيف استجاب الله لدعائها وأرسل جنوده لنجدتها من حيث لا تعلم فقد صرف عنها الضباع وجعل الأفعى تنقذها من بطش السائق بها فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله فالسائق الذي رتب خطته الشيطانية لقتل المرأة لم يكن على علم أنه على موعد مع الموت فتدبير الله قضى أن يعود إلى المدينة نفسها بعد أن أجبره مسؤول المحطة على ذلك وقضى أيضا أن يتوقف عند الوادي للتأكد من موت أم محمود وأن يحمل صخرة بعينها فتلدغه الأفعى ويخر صريعا وأن يطلق صرخة مدوية ليسمعها الركاب ويهب إلى نجدة المرأة المسكينة كل ذلك قضى بتدبير الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله اشتركوا في القناة